منذ انطلاقتها قبل 25 عاماً استطعت القرية العالمية في دبي أن تثبت نفسها على خريطة السياحة المحلية والإقليمية وتشكل نموذجاً عالمياً فريداً يدمج الثقافة وتسوق والترفيه في فضاء واحد تنصهر فيه الثقافات وتتلاقى عنده الحضارات وتذوب داخله الحدود بجو مليء بالتسامح والألفة هذا شيء مختلف بالنسبة للأماكن الثانية كأنك جيتي على القرى الأرضية في نفس المكان تذهب إلى المغرب، تذهب إلى الإمارات، تذهب إلى الكويت، تذهب إلى تركيا وهذا كله بدون طيران، بدون تأشيرات، بدون أي شيء تلخصي وقت وكل شيء يريدك إياه من أي دولة تحصله في الدولة التي هي مشاركة فيه وتحتفل القرية العالمية هذا العام بيبيلها الفضي الغني بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاكتشافات وكنوز العالم لثقافات يصل عددها إلى 78 ثقافة تتوزع في 26 جناحاً يتألق كل منها بمحله التي تقدم الحرف والمشغولات اليدوية والمنتجات والنكهات الأصيلة والفريدة الخاصة بدول العالم المشاركة القرية العالمية تعتبر من أفضل المهرجانة التي تقام في العالم وخاصة أيضاً المهرجانة التي تقام في دبي تعتبر القرية العالمية أفضل مكان لتسوق الناس وتنوع من يريد يشوف كل جنسيات العالم وكل منتجات العالم يزور القرية العالمية ويوجد فيها كل شيء وبحسب تصويت مستخدمي موقع تريب أدفايزر الرائد عالمياً في قطاع السفر تعد القرية العالمية بفعلياتها ونشاطاتها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للتسوق والترفيه في منطقة الخليج وضمن قائمة أفضل الوجهات العائلية والترفيهية والسياحية على مستوى العالم في العام 2020 موسم استثنائي بكل المعايير تقدمه القرية العالمية لإسعاد ضيوفها القادمين من شتى بقاع العالم بعد أن أثبتت على مدى ربع قرن شعبيتها الكبيرة عند كل من زارها وأصبحت الوجهة المفضلة للملايين منهم في كل موسم عبدالله الزعبي قناة الغد دبي ترجمة نانسي قنقر